وقبل أكثر من ثلاثة قرون وتحديدا في العام 1679 ولد مؤسس الدولة السعودية الأولى الإمام محمد بن سعود بن محمد الميقرن رحمه الله نعم أمير إمارة الدرعية الخامس عشر الأمير محمد بن سعود استطاع بحنكته ورغبته في توحيد الصف المجتمعي بين مناطق الدولة السعودية الأولى وهذا ما أسهم في رسم ملامح دولة مدنية حديثة يسكنها التطور من كل جانب ويسودها العدل والاستقرار تتبع تعاليم دين إسلامي وسطي ومعتدل في نجد في يوم العشرين من مارس وتحديدا في العام 79 وستمائة وألف ولد أميره وإمامه ومؤسس الدولة السعودية الأولى والحاكم الثاني من أسرة آل سعود وأمير إمارة الدرعية الخامس عشر الإمام محمد بن سعود بن محمد آل ميقرن رحمه الله وهو الإبن البكر للأمير سعود الأول رحمه الله الذي يعتبر مؤسسا للسلالة السعودية الحاكمة للدولة السعودية الأولى وللدولة السعودية الثانية وللمملكة العربية السعودية الحالية مؤسس الدولة السعودية الأولى كان قد تولى الإمارة بعد وفاة أبيه فالأمير المؤسس عرف بتديونه وبحنكته ورغبته في توحيد الصف السعودي وإنهاء أوجه الإنقسام التي أصابته في فترة قد سبقت توليه للحكم وهو من جعل من إمارة الدرعية انطلاقا لعهد جديد تتحد فيه مناطق شبه الجزيرة العربية لتتآلف شعوب الإمارات والمناطق تحت راية دولة واحدة تقيم شرع الله ويسود فيها العدل والاستقرار بحسه الوطني سارع الأمير محمد بن سعود رحمه الله نحو تأطير ملامح وشكل الدولة السعودية الأولى وهو ما ترتب عليه خلق وحدة سياسية كبيرة تخضع لنظم واحدة على أرض شبه الجزيرة العربية برمتها حتى أصوحت الدولة تتمتع بمكانة سياسية كبيرة بسبب قوتها واتساع رقعتها الجغرافية أبرز الأعمال التي تبنى تنفيذها الأمير محمد بن سعود رحمه الله تأسيس وتشكيل الخطوط العريضة لقيام الدولة السعودية الأولى توحيد معظم مناطق شبه الجزيرة العربية ونقلها إلى عصر جديد اتسم بالاستقرار وانتشار الأمن وتطبيق الشريعة الإسلامية بناء سور للدرعية عام 1758 للتصدي لجميع الحملات الخارجية التي كانت تستهدف الدولة السعودية ترأس منظومة الجيش وكان قائدا له في أغلب الحروب التي خاضها في بدايات توسع رقعة دولة السعودية الأولى تبنيه لسياسة مالية ضامنة تقيد دولة من أي دين قد يقوا عليها إلى جانب إقامة مجتمع مترابط اجتماعيا إضافة إلى ازدهار المعارف والنواحي العلمية والاقتصادية وصولا إلى إنشاء العديد من المؤسسات والنظم الإدارية مشكل الملامح الأولية للدولة السعودية الأولى الأمير محمد بن سعود بن محمد آل ميغرن رحمه الله قد رحل عن الحياة الدنيا عن عمر 86 عاما وكان ذلك في تاريخ العشرين من غسطس من العام 1765 تاريخ أنهى فترة حكمه التي زادت عن أربعين سنة من القيادة والتأسيس برع من خلالها في تكوين كيان قوي ومتكامل لدولة سعودية كبيرة في مساحتها وعظيمة في إنجازاتها وعتيدة بانتماء شعبها ليتولى الأبناء من بعده حمل الأمانة ونشر الرسالة المتمثلة برسالة التوحيد لدين وسطي معتدل يشكل تفاصيل دولة مدنية حديثة يسكنها النماء والتطور من كل جانب